اكد معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية دعم مملكة البحرين للمبادرة الفرنسية للسلام ولكافة الجهود الموجهة لحل القضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق بالنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة منبادرة السلام العربية لعام 2002 التي توفر اطارا عادلا وشاملا للحل جاء ذلك لدى كلمة معالي وزير الخارجية خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للسلام والذين عقد اليوم في باريس بالجمهورية الفرنسية حيث عرب معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة عن أمله في أن تفضي جهود السلام الحالية إلى حل الدولتين تعيشان بسلام جنبا إلى جنب وإنهاء الاحتلال من كافة الأراضي العربية المحتلة ورحب معالي وزير الخارجية بتبني مجلس الأمن الدولي قرار رقم 2334 الذي يطالب السلطات الإسرائيلية بوقف جميع الأنشطة الاستطانية في الأراضي الفلسطينية مطالبا معاليه المجتمع الدولي الالتزامة بحل الدولتين وممادرة السلام العربية ومواصلة الجهود من أجل إلزام الجانب الإسرائيلي بجميع مقضيات عملية السلام لكي ننجح في تحقيقه والوصول إليه قريبا حتى تهنأ دول وشعوب المنطقة بأمن دائم وسلام مستقر وتقدم معالي وزير الخارجية بالشكر والتقديرية للجمهورية الفرنسية الصديقة لما تبذله من جهود طيبة لأحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر